دعاءه إذا دخل شهر رمضان من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلك بمنه إلى رضواني حمدا يتقبله منا ويرضى به عننا والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطور وشهر الطمحيس وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورا والفضائل المشهورا فحرما فيه ما أحل في غيره إعظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه ثم فضل ليلة واحدة من ليالي على ليالي ألف شهر وسمى ليلة القاد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفاج على من يشاء من عبادي بما أحكم من قضائي اللهم صل على محمد وآلي وألهمنا معرفة فضلي وإجلال حرمتي والتحفظ مما حضرت فيه وأعنا على صيامي بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى له ولا نسرع بأبصارنا إلى له وحتى لا نبسط أيدينا إلى محمور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تعي بطولنا إلا ما أحلالت ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثالت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا نتكلف إلا ما يدني من عقابك ثم خلص ذلك كله من رئاء لا نشرك فيه أحدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فراغت ووظائفها التي وظافت وأوقاتها التي وقعت وأمزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سمناه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في رقوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغيه وأبين الخشوع وأبلغيه ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلاة وأن نتعاد جيراننا بالإثمال والعطية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكوات وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الزنوب وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامته وأوجب لنا فيه وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك واجعلنا فيه نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعما عن سبيلك والإغفال لحرمتك والإنخداع لعدوك الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآله وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يُعطِق وعفوك أو يَبْوَى صَفْحُك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب اللهم صل على محمد وآله وامحق ظنوبنا مع إمحاق هلاله واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه حتى ينقضي عناه وقد سفيتنا فيه من الخطيئة وأخلصتنا فيه من السيئات اللهم صل على محمد وآله وإن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا وإن اجتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه اللهم اشحنوا بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع إليك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلا ولا ليله بطفريط اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوسا هم فيها خالدون والذين يؤتون ما آتا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوام وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك إنك فعال لما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين